بخلاف ما بشر ووعد به المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ بدى الامر في اولى جلسات الجولة الثانية من مفاوضات الكويت فما ان انتهى اول اجتماع للمتفاوضين حتى خرج رئيس وفد الميليشيا ليؤكد في تصريحات صحفية ان ما قاله وتحدث به ولد الشيخ من التزامهم بالسير بالمفاوضات وفق المرجعيات المزمع عليها مسبقا لا يعبر عنهم وانه من نزج خيال المبعوث الاممي نفسه موضحا ان وفد تحالف الميليشيا والمخلوع ماضون بنفس خطوات الجولة الاولى التي يراد من خلالها وضع العربة قبل الحصان من خلال تشكيل مجلس رئاسيا وحكومة وحدة وطنية ثم من بعد ذلك يتم التفاوض فيما يخص الانسحاب وتسليم السلاح وفي خضم هذا اللغط يبدو ان الميليشيا قدمت بنفس السيناريو السابق والمعهود منها الذي يراد به كسب مزيد من الوقت لتغطية تحركاتها العسكرية على الارض ليس الا وعليه يرى البعض بان الجولة الجارية من المفاوضات ستكون بمثابة تأكيد على فشل المبعوث الاممين بعد ان اصبحت كل محاولاته مع الميليشيا كمن يصب الماء في قربة مثقوبة